وبالعودة إلى حملات التطعيم في مصر وعودة إلى ضيفي من القاهرة عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى دكتور وائل صفوت أهلا بك مرة أخرى دكتور وائل كنا نسألك عن مع اقتراب وصول شحنات إضافية من لقاحات فيروس كورونا في مصر هل بالفعل وصلت مصر إلى ما تحتاج من اللقاحات وفق مستهدفاتها؟ طبعا تبقى نتصريحات وزيرة الصحة الشهر الماضي والمتحدث باسم وزارة الصحة فمصر تستهدف حوالي تطعيم 50 مليون شخص يعني تقريبا تبقى المتوفر من اللقاحات كل لقاح لازم يتخذ مرتين حتى الآن وفيه طبعا لقاحات بتتخذ مرة واحدة بس حتى الآن كلهم لقاحين فإحنا محتاجين أو مصر محتاجة 100 مليون جرعة ابتدت بـ 25 ألف يعني 50 ألف جرعة لـ 25 ألف طبيب في الماكن العزل وطبعا مع صرحت أن فيه طبعا حاجات مع أسترازينيكا ومع اللقاح الروسي ومع فايزر فيه حوارات مع أكثر من شركة بالفعل على ذكرك أنه فيه أكثر من لقاح الآن سينوفاك الصيني وأسترازينيكا البريطاني اللقاح الروسي كيف ستكون خطة المسج بين هذه اللقاحات وكيف ستراعي أيضا مسألة التخوف الكبير من السلالة المتحورة من فيروس كورونا ومدى فعالية أصلا هذه اللقاحات أمام السلالات المتحورة سؤالين في سؤال واحد طبعا كل الأنظمة الصحية في العالم دلوقتي مطالبة أنها تنوع ما بين أنواع اللقاحات لأن لا يمكن لشركة واحدة أن توفر لأي دولة المستهدف بتاعها وهو 70% يجب تلقيح أو أخذ اللقاح لـ 70% من أي شعب علشان خاطر نقدر نقول أن الشعب ده أو أن وصلنا للـ herd immunity أو المناعة القطيع وبالتأكيد كل اللقاحات الموجودة لها فعالية قوية برضو على السلالات الجديدة لأن السلالات هي تغيير في بروتينات معينة وليس تغيير في شكل الفيروس هو ما زال سارس كوف 2 ومتغير في بعض الصفات نقدر نقول وبعض الأجزاء البروتينية مسألة مقياس الفعالية أو فعالية اللقاح ليست كل اللقاحات بنفس الفعالية أسرزينكا قالت أنها 70% فعالية اللقاح اللقاح الصيني ربما فعالية مختلفة كيف سيتم رعاة ذلك مع البدء بحملات تطعيم أوسع للمواطنين هي طبعا عندنا ثلاث تحديات أو يمكن أربع تحديات التحدي الأول هو فترة المناعة التي سيكون أي لقاح بيوفرها والمشاكل الممتدة التي ممكن أن تأتي لأن أغلب اللقاحات تم تجربة المرحلة الثالثة فقط التي هي المرحلة السلالية الثالثة فقط عليها إنما لم تأخذ فرصتها في الامتداد وبالتأكيد تحور الفيروس طبعا نفسه فبس في النهاية الكلمة الفيصل أن تلقي لقاح ومناعة مؤقتة وممكن حتى بعض المشاكل الطويلة المفعول أفضل كثيرا من لا لقاح والتعرض للفيروس حتى لو فعالية بعض اللقاحات ما بين 50 إلى 90% لأنه فيه طبعا تفاوت في فاعلية اللقاحات بس كله في النهاية أفضل من لا لقاح وأفضل من التعرض للفيروس نفسه دكتور وائل متى أو هل بالفعل اقتربنا أو اقتربت مصر من مرحلة التطعيم الشامل يعني نخرج من مرحلة تطعيم الأطباء والأقوم الطبية الممرضين ومشابه يعني نزولا إلى أنه أي شخص يرى في نفسه أنه يريد أن يتلقى اللقاح يستطيع التسجيل والحصول على اللقاح هو طبعا أي شخص يستطيع التسجيل بس أولوية اللقاح ستبقى للأطقوم الطبية في الصفوف الأمامية اللي هي مستشفيات العزل وليس الأطباء فقط التمريد أيضا لسه مبارح أو النهاردة كان فيه إعلان أنه 1300 شخص أو طبيب في مستشفى في الإسماعيلية بدأ أول لقاح إحنا في البداية مش سيكون فيه تطعيم لأكثر من 25 ألف شخص من مستهدف 50 مليون فلسه الوقت طويل واللقاحات المختلفة وحتى كمان منظمة الصحة العالمية برضو ستوفر حوالي 20 مليون جرعة للمصريين فده في إطار مبادرة كوفكس طبعا فالمضوع حيستمر شهور مش حيبقى قريب للأجل طيب دكتور بالفعل المنحنى الوبائي في مصر وصل انخفاضه على مدار ثلاثة أيام أو قبل يومين من اليوم تسجيل عدد إصابات يومية بأقل من 600 إصابة 500 وأكثر قليلا دار يعني إلى ما يرجع وهل يمكن البناء أو التعويل على أنه بالفعل بدأت مصر الإجراءات المتبعة تؤتي أكلها وانخفض المنحنى الوبائي أم أنه قد تكون يعني مجرد أعداد أو أرقام معينة يعني خلينا نقول برضو الإجابة المهمة أن ما فيش دولة في العالم أرقامها المعلنة صحيحة لأنه يجب عمل فحوص لكل الشعب في أي دولة في العالم عشان نقدر نصل إلى أرقام الصحيحة طبعا إحنا وصلنا طبقا لتصريح بمستشار الرئيس أمس إلى الظروة ومعنى أننا وصلنا إلى الظروة أننا لن نبدأ منحنى الانقفاض إنما هيبقى فيه فترة بنكلم في أسابيع في نفس المستوى ممكن تقل ممكن تزيد هذه الأرقام لحد ما تهدأ بس بالتأكيد هي موجات طبعا كل الأبحاث بتقول أن كورونا ممكن يكون 3 أو 4 أو 5 موجات فلازم اللقاح ولازم التطعيم الحاجة السبب الرئيسي في الانقفاض برغم أن في أوروبا تزيد كل الأبحاث بتقول أن الفئة العمرية في مصر وفي العالم العربي يمكن كمان هي فئة الشباب أكثر من 50% من الشعب من الشباب فدي عامل جيد شكرا للأسف انتهى وقتي شكرا جزيلا لك دكتور وائل صفوط من القاهرة عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى